هاي الدعوة أحبائه للتوبة إنه أعترف بيسوع المسيح وأشهد إنه يسوع المسيح مات على الصليب من أجل خطيائي وأشهد اليوم إنه يسوع قام من الأموال لأتبريري حتى يعطيني حياة أبدي في واحد نبي أو أي إنسان في هالوجود وعدك بالحياة الأبدية لا في وعدونا بالنار و بجهنم في واحد وعدك بيقينه و ضمان الحياة الأبدية في الحاضر طب افحص حبيبي وشوفه فاليوم ادعو مفتوحة تقول له يا رب أنا بتوب عن كل خطيئة سامحني طهرني من كل إثم وأنا اليوم بدعوك يا رب يا رب يسوع أتوجك ملك ورب وسيد ومخلص على حياتي خلينا أقولك لما بتيجي ليسوع بيغفر خطيئك بخلصك من خطيئك الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيئنا بدمه الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا لما بتيجي ليسوع المسيح بيعطيك الحياة الأبدية بتصير ابن بتصير بنت للرب وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه لما بتيجي ليسوع المسيح اسمع ما يقول الكتاب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا تعرف بيعطيك ضمان الحياة الأبدية قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا الحق الحق أقول لكم قال يسوع إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونا بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فالموضوع مش شوية آياته كلماته وسجع حلو كله المضمون الفحوة هل الكلمة بتغير الحياة والكيان وبطاعة حياة أبدية؟ والأخبار الصارة إنه فعلا إذا أنت تبت اليوم وتقول له خلاص أنا بديش أعيش في الظلمة بديش أعيش مقيد بأصفاد وأغلال العبدية مش عاوز أعيش للماضي وأسير للماضي مش عاوز أعيش مهزوم بالفشل والإحباط والخطيئة اليوم أنا عاوز أنطلق عاوز أتحرر والأخبار الحلوة إنه إذا لما بتيجي ليسوع مثل ما أنت تقول له يا رب ارحمني يا رب نجني يا رب خلصني بيأتي لحياتك بتعرف شو بيعمل إسه؟ بهاي اللحظة بيكتب اسمك في سفر الحياة بيكتب اسمك في سفر الحياة بيكتب اسمك في سفر الحياة أو quaisو هذه المعرّة بيكتب اسمك في سفر الحياة أو شيء الشيء لا تقبع نمك في السفر الحياة وأشهر بيكتب الإحباط والخطيئة أعجب جيدا أعجب في سفر الحياة اشتركوا في القناة